السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي نتقل اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدراسات الاجتماعية والمواطنة ومع الدرس السادس المصادر تحدثنا في الدرس الماضي على مفهوم التاريخ واليوم سوف نتحدث عن المصادر على ماذا يعتمد المؤرخ عند كتابة التاريخ وما واجبنا اتجاه الأخبار غير الصحيحة هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الدرس المصادر ما هي المصادر هي المواد التي يستعين بها المؤرخ للحصول على الأدلة وهي نوعان هناك مصادر أولية مثل الأثار وتشمل الشواهد والمعالم القديمة كالكتب أو الأوراق أو الكتابات وغيرها أيضا من المصادر الأولية القصص التي يرويها ويكتبها الناس الذين رأوا الحدث أو وقع لهم ثالثا الكتب التي ألفت وقت الحدث أو قريبا منهم رابعا الصور الفوتوغرافية والرسائل والوثائق هذه هي المصادر الأولية التي يستعين بها المؤرخ للحصول على الأدلة أثار قصص كتب صور فوتوغرافية أو رسائل ووثائق النوع الثاني من أنواع المصادر يسمى مصادر ثانوية وهي القصص التي يرويها أو يكتبها الناس الذين لم يكونوا موجودين وقت الحدث وهي أقل دقة من المصادر الأولى الكتب التي ألفت في الوقت الحاضر عن أحداث قديمة والمصادر الثانوية دقتها أقل من دقة المصادر الأولية نشاط واحد تعالوا نقرأ هذه القصة أخبرني جدي أن الملك عبد العزيز كان جلسا ومعه أصحابه ورجاله فالتفت الملك عبد العزيز إليهم جميعا وابتسم وسأل رجاله هل تعرفون سبب ابتسامتي ثم قال إن سبب ابتسامتي هو أنني نظرت إليكم فوجدت بينكم من كان بيني وبين أهلي خصومة في أثماء توحيد البلاد واليوم أراكم بمنزلة الأبناء والأشقاء مثل الأسرة الواحدة تعالوا لنفكر يضع الطلب عنوانا مناسبا للقصة فيمكن أن نقول عن هذه القصة تواضع الملك عبد العزيز بقى يعبر الطلب عن ما فهموه من هذه القصة نفهم من هذه القصة القصة تبين قدرة الملك عبد العزيز رحمه الله على احتواء أخصامه وجمع شمل الأمة الإسلامية وهذه القصة تعبر عن وهي مصدر من المصادر الثانوية لأن راوي القصة لم يكن موجودا أثماء الحدث الكتابة التاريخية قديما كان الناس قديما يكتبون ويرسمون أحداثهم التاريخية على الجلد والخشب والحجر والورق وتعد هذه الكتابات والنقوش شواهد حضارية أي شاهدة على الحضارة وهي مهمة وتدل على عراقة التاريخ وكثير منها اليوم في وطني المملكة العربية السعودية وينبغى أن نحافظ عليه مثل ما نرى في الصورة هذه النقوش قديمة في جبه بمنطقة حائل نشاط اثنان قال أحمد يوم الأربعاء في الحادي عشر من شعبان عام 1410 استيقظت متأخرا في هذا اليوم وذهبت إلى المدرسة في الساعة التاسعة صباحا وفي أثناء دخولي المدرسة قابلني المدير الذي بدرني بالسؤال عن سبب التأخير فأجبته قائلا إنني كنت نائما بسبب سهري ليلة أمس لكوني مع والدي في المستشفى فاقتنع ولم يحسم من درجاتي من درجات موازمة هذه رواية من مصدر أولي لأنه عاصر الحدث تعالوا ننظر إلى الرواية الثانية قالت نورة يوم الأحد هذا يوم الأحد في تسعة من المحرم عام 1441 هجري تروي نورة قصة أخيها أحمد التي حدثت منذ أكثر من ثلاثين سنة حسب ما تتذكرها استيقظ أخي أحمد متأخرا فلم يذهب للمدرسة وبقى يذكر دروسه في البيت وفي اليوم التالي قابل مدير المدرسة وكان منزعجا منه فحسم خمس درجات من الموظبة هذه رواية من مصدر ثانوي وكما قلت يا أبنائي سابقا أن المصدر الثانوي دقته أقل فأي القصتين أكثر دقة في رأيك هي القصة الأولى الرواية أحمد وأنها من المصدر الأولي المصدر الأفاسي الذي عاصر الحدث وعاش فيه إذن أكثر القصتين دقة هي قصة أحمد ما السبب أن قصة أحمد أدق من قصة نورة؟ لأنها أولا لأن راوي القصة عاصر الحدث وعاشه وهذا مصدر أولي إذن السبب فأن قصة أحمد أدق لأن هنا راوي القصة عاش الحدث وعاصره وهذا يعد مصدرا أولي فهو أدق من المصدر الثانوي الإشاعة الإشاعة هي نقل كلام دون التثبت من صحته وهي ضارة على المجتمع قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالإشاعة هي عبارة عن خبر مزور أو غير صحيح أو خاطئ ولدينا المرسل وهو مصدر الإشاعة ومروجها ولدينا الطرف الأخير أو الطرف الثاني المتلقي متلقي الخبر الذي يستمع إلى هذه الإشاعة كيف أكون موقفي من الإشاعة؟ أتجاهلها وأتجنب نشرها؟ أستفسر عن صحتها ممن أثق بهم كوالدي ووالدتي أو معلمي أو غير ذلك من المسؤولين الذين أثقوا فيهم نشاط ثلاثة لماذا تعتقد أن الإشاعة تضر المجتمع؟ لأن الإشاعة تسبب التفرقة ونشر الفتن وتزعزع الأمن في الوطن هكذا أبنائي نكون قد أنهينا الدرس السادسة المصادر ألقاكم بإذن الله تعالى مع الدرس السابع السبب والنتيجة لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة